اشتركوا في القناة المدرسة الغرضية لعالم نفس اسمه مكدوجل وهو صاحب نظرية الغرائز وقائد هذه المدرسة تؤكد هذه المدرسة على أهمية الغرض في تفسير السلوك مما يميز السلوك الحيوي عن الحركة الآلية لغير الأحياء قد يكون هذا الغرض واضحا في ذهن الكائن الحي أو غير واضح لكنه ذا قيمة بيولوجية ونفسية هام له لم ينكر مكدوجل أي طريقة من طرق البحث في علم النفس كما لم ينكر ما في المدارس الأخرى من أراء صحيحة كالنظر للسلوك على أنه كل اللي يتجزأ والاهتمام بالوظيفة لجانب التكوين انتوا لاحظوا أنه فيه هناك اختلافات بين المدارس والاختلاف هو ظاهرة صحية هنا لأنه لم تجمع المدارس على تفسير واحد لسلوك الكائن الحي أو الإنسان أو مصدر اللي هو السلوك ولكن هناك مدارس كثيرة تحدثت عن تفسيراتها للسلوك الآن طبعا هذه كلها باختصار لأنه احنا ما بدنا نتوسع في هذه التعريفات تحدث إلال عن مدرسة التحليل النفسي ومؤسسها سيجموند فرويد وفرويد هو عالم نفس نمساوي طبيب نمساوي حيث كان علم النفس في أمريكيا وألمانيا يحرص على الاتجاه الموضوعي والموضوع المقصود فيه الخارجي يعني الخارجي يعني البركز على الملاحظة والتجربة جاء الطبيب النمساوي سيجموند فرويد ليتخذ اتجاها ذاتيا في تكوين نظري جديدة في الشخصية أسماها أو استمدها من ملاحظة المرضى النفسيين الذين كانوا يعالجهم ما هي أراء سيجموند فرويد؟ رأى أن علم النفس أو رأى أن النفس تشبه جبلا من الجليد يطفو فوق سطح المحيط لا يبدو منه سوى جزء يسير لاحظوا هالتشبيه وينبغي أن يعني بدراسة ذلك الجزء المختفي تحت سطح الماء وأسمى الجزء الظاهر بالشعور والجزء المخفي باللا شعور لاحظوا كيف؟ يعني في عنا جانبين في عنا إشي بسموه الشعور وفي عنا اللا شعور الشعور هي مشاعرنا التي نشعر بها اللا شعور هو الذي يكون في العقل الباطن وأكد فرويد على أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل حيث تتكون لديه العديد من الدوافع اللا شعورية نتيجة الضغط والكبت والتي تؤثر في حياة الفرد المستقبلية يعني كل واحد فينا يكبت مشاعر ويطردها وخاصة في السنوات الأولى أكد فرويد على دور الرغبات الجنسية اللا شعورية في نشوء الاضطرابات النفسية لكن أصحاب هذه المدرسة من بعده كانت لهم آراء أخرى يعني ابتكر فرويد وسائل فنية هامة للوصول إلى فهم العمليات العقلية اللا شعورية زي مثلا التفريغ الانفعالي والتداعي الحر يعني لما نحن بدنا نعالج بني آدم بنشوف عنده التفريغ الانفعالي بنفرغ انفعالاته أو بنعمله تداعي حر بنخليه يحكي يتحدث عن ما لديه من مشاكل بشكل حر ابتكر فرويد ابتكر فرويد وسائل فنية هامة للوصول إلى فهم العمليات العقلية اللا شعورية وضع فرويد مفاهيم الهو والانا والانا الاعلى ووضح دورها الوظيفة في توجيه السلوب حنأتي له فيه يعني بشكل أوسع الهو والانا والانا الاعلى اللي بتحكي عن الضمير وبتحكي عن النفس وبتحكي عن أمور كثيرة انتشرت مدرسة تحليل نفسي في أوروبا وأمريكيا وقد واجهتها عدة انتقادات يعني كانت هذه المدرسة مهمة ولكن لها عدة انتقادات من هذه الانتقادات أولا توكيد فرويد على الدوافع الجنسية باعتبارها محركات قوية للسلوك يعني اللي بحرك الدوافع الجنسية هي محرك قوي للسلوك الإنساني كثير من نظريات لا يمكن التحقق منها يعني أحيانا بتكون خيالية الآن في مدرسة ثانية اسم علم النفس الإنساني لكارل روجرز طبعا اختلف كارل روجرز عن المدرسة السلوكية ومدرسة التحليل النفسي وأكد على قدرة الفرد على القيام باختيارات حرة شعورية ومعقولة لطريقة الحياة التي يعيش بها لاحظوا ما اتفقش مع المدرسة الأخرى مين هو أبرز زواده؟ اللي هو أبرهام ماسلو وكارل روجرز الذين أكد مين الإنسان للكفاح وتحقيق الذات لذلك في مثلث اسمه أو الهرم المقلوب لواحد اسمه ماسلو اللي هو أبرهام ماسلو وهذا الهرم يعني عمل ترتبات للحياة بدأها بحالة الأمن والغذاء حتى ما يسمى بتحقيق الذات هذه المدرسة كان لها أثر في علم النفس وأبرزت عديد من المفاهيم الإنسانية مثل الحب والاختيار الحر وتحقيق الذات واعتبار الذات وخاصة لدى أبرهام ماسلو في الاتجاه الأخير وهو الاتجاه الحاني في علم النفس وهو يؤكد على دراسة السلوك سواء كان بالإمكان ملاحظته مباشرة أو الاستدلال عليه ويرى أن التقدم التكنولوجي قدم العلم النفس وسائل وأجهزة جديدة مثل التنبيه الكهربي والعقاقير التي يمكن من خلالها معرفة أثر التغييرات البيولوجية والعصبية على السلوك وكذلك تعديل السلوك لاحظوا أن العلم لا يقف على حال حتى هذه اللحظة يعني كل يوم بخرج علماء نفس بتحدثوا عن تفسيراتهم للسلوك وتغير السلوك والإضطرابات النفسية والسيكولوجية التي يعاني منها الإنسان طيب في سؤال بنقول هل الفكر السيكولوجي في العالم العربي الإسلامي كان له دور بنقول نعم والسيكولوجي معناه النفسي طبعا الحضارة العربية والإسلامية لمع فيها أسماء كثيرة من المفكرين وعلماء في دنيا المعرفة وكان لأصحابها فضل كثير في حفظ التراث الفكر الإنساني وترجمته ورفضه بالعديد من المعطيات الجديدة الأصلية مما اعتبره المؤرخون مقدمة أساسية من مقدمات النهضة الأوروبي يعني الفكر الإسلامي أو دراسة علم النفس لدى المسلمين هو ساهم في النهضة الأوروبية مين هم أبرز هؤلاء المفكرين العلماء الكندي والفرابي وابن سينة وابن الهيثم وابن خلدون وابن رجد وابن طفيل نيجلا مثلا نأتي إلى الكندي ماذا قال الكندي وليس الكندي الكندي قال لقد حضيت مسألة النفس بقصط وافر من اهتمام الكندي وأفرد لها عددا من مؤلفاته الكثيرة ويرى أن النفس مباينة للجسد يعني مختلفة منفردة عنه بنية ووظيفة ومآلا فهي جزء من الجوهر الإله الروحاني تسكن في البدن بعد الولادة لتقف على ما يقوم به وتقوم زلات الإنسان وأخطائه التي تدفعه إلى الوقوع فيها سماها قوة الشهوة أو قوة الغضب ويمكن برضو حكوا فيها علماء سابقين وخاصة من علماء اليونان الآن التفاعل بين الإنسان ومحيطه يتم بناء على ثلاثة مستويات يعني كيف يتم التفاعل بين الإنسان والمحيط يعني أنا عايش في وسط كيف بدأت فعل معه؟ تحول الإدراك الحسي بالحس وتتولى الأحاسيس القيام به اللي هي الحواس الخمس والمصورة أو المتوهمة وهي تقوم بوظيفة التصور أي الاحتفاظ بصور الأشياء والموضوعات بعد إدراكها وأثناء غيابها من جهة ووظيفة تخيل هذه الصور وتركيبها من جهة ثانية وأخيرا العقل الذي يتولى معرفة الظواهر والحوادث وجواهرها على نحو أعمق وأشمل مما تقوم به النفس في المستويين السابقين العالم الثاني وهو الفرابي واعتبر الفرابي أن النفس تمثل خمس قوة متعاقبة من حيث وجودها الزماني وأهميتها إيش هي الأنفس التي تحدث عن الفرابي؟ أولا القوة الغاذية والقوة الحاسة والقوة النزوعية والقوة المتخيلة والقوة الناطقة وكل واحدة من هذه الأنفس تتركب من هذه القوة من قوة رئيسية واحدة وقوة أخرى ثانوية تعمل لمصلحتها باستثناء القوة الناطقة التي لا تتفرى عنها أي قوة لأنها قوة رئيسية بين سائر قوة النفس الآن مثلا القلب يقوم بوظيفة التغذية الرئيسية بينما تناطب أعضاء الجسد الأخرى كالمعدة والكبد والطحال وسماه والوظائف الثانوية في التغذية وهي إذ تقوم بهذه الوظائف إنما ترفض بذلك القوة الغائية الرئيسية طيب ماذا نلاحظ في تقسيم الفرابي؟ نلاحظ تقسيم الفرابي لقوة النفس هو اهتمامه بالجانب الانفعالي والإداري وعلاقته بالجانب المعرفي في السلوك الإنساني رغم أن الفلاسفة الذين سبقوا الفرابي قد تعرضوا إلى موضوع الانفعال إلا أنهم لم يوضحوا علاقته بالعمليات المعرفية وتأثيره عليها وتأثره بها العمليات المعرفية لذلك يتم العقل الفيلسوف الآخر اسمه ابن سينا أو عالم النفس الآخر اسمه ابن سينا وابن سينا رغم أنه كان طبيب إلا أنه كان ينظر إلى النفس من خلال مستويات ثلاثة اللي هو المستوى النباتي والمستوى الحيواني والمستوى الإنساني وكل مستوى من هذه المستويات يتولى القيام بوظيفة أو وظاف معينة فالمستوى النباتي من النفس يقوم بوظافة التغذية والنمو والتكاثر وهو ما نجده عند النبات يعني بحاول يطبق بين النبات والحيوان والإنسان النفس الحيوانية تقوم بوظافة الإحساس والتخيل والحركة التي نجدها عند الإنسان والحيوان أما المستوى الإنساني وظيفته العقل فهو يختص بالإنسان وحده ويشبه هذا التصنيف الذي قدمه أرستو وهذا ما يحمل على الاتقاد بأن طبعاً ابن سينة تأثر بأرستو في وضع الحدود الخطوط العريضة للنفس غير أن الدخول في تفصيلاته الحقيقية يضعنا أمام تباين وجهتين نظرهم يعني اتفقوا واختلفوا ابن سينة تتجسد نظريته المبدئية إلى العلاقة بين النفس والجسد بصورة واضحة عبر دراسات للجانب الروحي من النفس البشرية حاول التعرف على السبب النفسي للضعف العضو الذي كان يعاني منه أحد الفتيان من خلال إسماعه مجموعة من الكلمات يعني عمل تجربة وتحديد ما يثيره منها بالاعتماد على تغير نبضات القلب وتبدلها كرد فعل تقوم به العضوية على مثيرات العالم الخارجي طبعاً هذه التجربة أول محاولة للتشخيص النفسي في تاريخ الفكر الإنساني الذي قام بها ابن سينة حيث سبق ابن سينة بها محاولات علم النفس في العصر الحديث لأنه بقولوا أن علماء نفس العصر الحديث هم اللي وضعوا الاختبارات زي مثلاً كوهلار وبافلوف وغيرهم من علماء النفس وضع اختبارات تمكنهم من الكشف عن الجوارب الانفعالية والوجدانية لدى الإنسان كاشف الكذب مثلاً بعدة قرون آخر عالم أو آخر عالم نفس هو ابن خلدون على فكرة ابن خلدون هو يميل إلى علم الاجتماع أكثر منه إلى علم النفس هذا العالم ولد في المغرب العربي كان الإنسان والمجتمع محور نشاط الفلاسف والمفكرين في تلك الفترة من الزمن يعتبر ابن خلدون واحد من أبرز هؤلاء العلماء واحتل الإنسان في نظر ابن خلدون مكانة رفيعة لأنه يتمتع بقدرات فكرية تجعله كائن متميزاً عن سواه من الكائنات باعتباره الحلقة الأخيرة في سلسلة التكوين والنشوء التي عرفها الكون والتي تعتبر كل حلقة فيها نتيجة لسابقتها ومقدماً الحلقة التي تليها على أساس هذه النظرية التطورية يميز ابن خلدون مراتب عديدة للنفس الإنسانية تتحدد عبرها وبفضلها موضوعات النشاط البشري بل وموقع الإنسان في هذا الكون فالنفس في المرتبة الأولى تكون مرتبطة ارتباطاً كلياً بالبدن يعني ما فيه انفصال بينه وبين البدن وتعتبد فيه تفاعلها مع العالم الخارجي على القوى الحسية والخيال والذاكرة والتفسير بالمحسوسات بينما تستطيع في المرتبة الثانية من الإفلات من عالم المحسوسات لتتجه نحو عالم المشاهدات الباطنية والتعقل الرحاني لاحظوا وين الإبداع وين القدرة عند العلماء العرب ابن خلدون وابن سينة والفرابي وغيرهم من العلماء الذين أمدوا وأثروا البشرية بالكثير من العلوم يعني عندما يقول ابن خلدون أنه النفس في المرتبة الأولى مرتبطة ارتباط كلياً بالبدن ولا تفاعلها مع العالم الخير الله على هذا التعريف على القوى الحسية يعني الإحساس الشم التذوق البصر السمع والذاكر والتفكير يعني شيء رائع وجميل قدموا علماء النفس العرب وكذلك علماء الاجتماع هكذا أحبتي طلابي العزاء نأتي إلى ختام هذه المحاضرة وإلى لقاء آخر في محاضرات أخرى أترككم في أمان الله ورعايته